أهلاً وسهلاً بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنا وهي حلقة الأسئلة معلش أنا عايزكم يعني رجاء شخصي إن في أحياناً في حلقات الأسئلة هتلاقوني يعني بتكلم مش بحدة بس مش عارف يعني في اللغة كده بنقول إيه بنرف شوي بيبقى الكلام طالع من القلب قوي أصل في أسئلة أنا دايماً بحط نفسي أكن صاحب السؤال أو صاحب السؤال قدامي فبحث إنه إنه ليه يعني ليه إحنا في أسئلة طبعاً يعني جميلة وكل الأسئلة جميلة بس أقصد إيه إن في أحياناً حسابات كده مربكة وحاجات إحنا بنحطها أعباء على دماغنا وعلى دماغ ولادنا وتحديداً أنا بتكلم عن السؤال اللي نهينا به القسم الثاني يعني من الحلقة اللي هو بخصوص المذاكرة وقصة أنا ابني ما بيذكرشه وقصدي مش بيركز وعنده تشتت ما فيش حاجة اسمها كده دي تشخيصات طبية معقدة جداً يعني أنت عندك حالة من عدم الرضا عن ابنك زي ما قلنا بقى رجعوا بقى للسؤال وارجعوا لإجابته ومش هنكرر تاني طيب نكمل السؤال السؤال اللي بعد كده من ندا حسني بنتي عمرها سبع شهور بترضع طبيعي ولسه مش بترضع تاكل بس بتشرب مياه كتير ومن يوم ما تولدت وعندها ارتجاع لسه مش بان لها لسه مش باين لها السنان أو زحفت ايه الفيتامينات اللي مناسبة لها غير فيتامين دال ده سؤال ندا حسن طيب أولاً الطفلة بترضع طبيعي ومرها سبع شهور حاجة كويسة لسه مش بترضع تاكل حاجة طبيعية تماماً لأنه تارخها في الأكل كله وانتي بتبدأيه من بعد نهاية الشهر السادس يعني هي دلوقتي عندها سبع شهور امش عارف هي في الشهر السابع ولا خلصته فهي لو افترضنا نا بدأت يعني نا في آخره حتى فهي تارخها في الأكل الخارجي يعني ده ما كملنا الشهر لسه فلسه مش بترضع تاكل لا هي مش بترضع تاكل هي اختيارات الأكل في الفترة دي بتكون محدودة جداً جداً يعني بتكون كلها عبارة عن ايه الأغزية بتاعت دقيق القمح دي اللي بتعد حسب ما هو مكتوب على العلبة بتجيبي مثلاً كساية تسلقيها وتهريسيها جداً 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 البطاطس حتى بتبقى صعبة على الأطفال في الوقت ده كبدايات هي الكساية أو يعني يليها الجزر عصير برطقان عصير طفاح وهكذا خلاص دي بدايات الطعام الخارجي فهي مش بترضع تاكل ايه مش بترضع تاكل رز وفراخ وكده لسه مدري جداً على الأكل ده خلاص اشتراطات تجارب الطعام الخارجي ما هو ديها شروط احنا دلوقتي الطفلة بترضع عايزين بقى نعرف الطفلة دي ونقول لها اللي عندها سبعة تشهر دي نقول لها على فكرة حبيبتي بقى بنقول لها كده يعني بإعنينا وبروحنا في حاجة تانية في الدنيا دي غير لبن الرضاع الحاجة دي احنا عايزين نعرفك عليه التجارب دي بتبقى إمتى بقى؟ نمرة واحد بتبقى ما بين الرضاعات اوعي تعملي كده في وقت رضعة ما بين الرضاعات نمرة اتنين الكميات بتكون قليلة جداً أقول لكم الكلمة العلمية الطفل مطلوب منه يتذوق الطعام وأنا دايما نقول المثل ده والأمهات بتفهم قصدي حضرتك لما بتعملي أكل أحياناً بتدوقي عشان تشوفي الملح عايز ملح عايز حاجة استوقع صح كده؟ بتدوقي صح كده؟ هو مطلوب من الطفل يدوق بس خلاص؟ مطلوب إن وقت الأكل ده ما يبقاش وقت غيار يعني ما يكونش الطفل مثلاً عايز يغير وإنتي كأم عارفة إن بنتك أو ابنك عايز يغير وتقول له يلا نجرب الأكل لأنه هو في وقت يعني لما بيبقى عايز يغير بيبقى مؤرق جداً مؤرق يعني متدايق جداً لأنه الموضوع إن الغيار يعني إن الحفاظة معمول فيها دي ولسه عنده يعني لسه ولا بسه دي حاجة بحشة جداً ما يكونش برضو وقت لعب يعني إن الطفل أحياناً بيجي له فترات كده عايز يلعب راقت كده على ظهر وعمال يلعب أو قاعد في كرسي وعمال يلعب ومنجيش إحنا بقى في الوقت ده آه طب يلا بقى ناكل لا نسيبه ونحترم اللعب ده هو دلوقتي عايز يلعب أو هي دلوقتي عايزة تلعب مش عايزة تاكل والأنواع طبعاً أنا قلتها لحضراتكم حكاية شرب الميا دي حاجة ويسة جداً إنها بتشرب ميا دي حاجة ويسة جداً إنها متعودة كمان على شرب الميا خلاص حكاية بقى الارتجاع دي أنا مش فهمها يعني أنت بتقول لي عن ده ارتجاع من ساعة ما تولدت فطبعاً الارتجاع ده يعني برضو أرجع وأقول تشخيص طبي ولا انطباعي ولا إيه يعني أنت قصدك إنها بتقشط كمية من اللبن أو بترجع كمية من اللبن ولا حضرتك روحتي لطبيب الأطفال وكشف على بنتك وقال لك عندها ارتجاع لأن الارتجاع ده أحياناً بيتم إصلاحه لوحده من تلقاء نفسه خلاص وأحياناً تانية بيحتاج أنواع معانم الألبان وأحياناً تالتاً بيكون الوضع يستلزم التدخل الجراح فبرضو حكاية إنه عندها ارتجاع من يوم ما تولدت دي واضح كده من صيغة السؤال أنتوا أكيد بتفكروا زي ما أنا بفكر عندها ارتجاع من يوم ما تولدت يعني الارتجاع ده لسه موجود طيب ده بقى أنت بتعملي معا إيه يعني أولاً زي ما بقول خلينا نبدأ من الأول خالص هو تشخيص طبي ولا غير طبي ها دي نقطة مهم حكاية إنه ما فيش أسنانة وفيش زحف منطقي جداً لتنين إنه إحنا قلنا إن الأطفال بتبدأ عملية تسنين بعد نهاية الشهر السادس أطفال أحياناً بتأخر للسابع والالتامن وأحياناً للتاسع زي ما فيه أطفال بتسنن بدري فيش مشكلة ما فيش زحف الزحف ليس من العلامات الأساسية في مشوار التطور الحركي عند الأطفال يعني وارد إن بنت حضرتك تسحف وارد إنها ما تسحفش ولو ما زحفتش ما عنداش أي مشكلة ملايين وملايين من الأطفال ما زحفوش يعني بيقفوا ومعدين يمشوا على طول إيه الفيتامينات المطلوبة غير فيتامين دال أنا بجيب أول الأجزاء كلها بتاعت السؤال فيتامين دال والكالسيوم ده هو بالدول اللي بيبقوا مطلوبين وأنا أفضل جداً إن إحنا ناخدهم تحت مظلة من تحليل يعني إيه مظلة من تحليل يعني عاملين تحليل وعارفين المستوى قد إيه في الجسم عشان نقول مثلاً مثلاً إن الطفل ياخد فيتامين دال بس أو ياخد كالسيوم بس أو ياخد فيتامين دال مع كالسيوم طب ياخدهم كل أيام الأسبوع ولا يريح يوم في الأسبوع ولا يريح يومين كل ده إحنا بنعرفه إزاي بنعرفه من خلال التحليل لما نعمل تحليل مستوى الكالسيوم في الدم خلاص السيرام كالسيوم والأيونيز كالسيوم ونعمل تحليل فيتامين دال بنروح للدكتور يوم الدكتور يمسك كده التحليل والأيوة بناء على التحليل ده الخاص بالبنت دي اللي عندها سبع شهور هتاخدي الدواء الفلاني أو فيه دواء ممكن لتنين مع بعض أو الدواء ده لوحده أو الدواء ده لوحده فهمت يا قصدي؟ وهتاخديه كل يوم مثلا سيء أربع نقط كل يوم يقول لك كل يوم معادة الخميس أو الجمعة يعني أو كل يوم معادة الخميس والجمعة فهمت يا قصدي؟ أو يوم فيه يوم ما فيهش الحاجات دي بتتحدد بناء على إيه يا جماعة؟ بتتحدد بناء على مستوى أو الرقم اللي تلاقي لنا في التحليل ترجمة نانسي قنقر